بالمناسبة الكثير من الناس يخطئون بلفظ هذه الآية فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فيقولون ذنوبا وهي ليست ذنوبا يعني من الذنب بل هي ذنوبا بفتح الذال والذنوب هو النصيب أي إن للذين كذبوا بك يا رسول الله وكفروا بك نصيبا من العذاب وهذا النصيب سينزل بهم قريبا كما نزل بالأقوام الظالمة الكافرة من قبلك فأخبرهم أن لا يستعجلوا بذلك فإن العذاب قادم إليهم لا محالة وأكبر دليل أنه قد أتى فالنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقم منهم في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب فكان نصيبهم من العذاب كبيرا وعظيما فالنبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم في بدر وقتلهم شر قتله وانتصر عليهم في الأحزاب وكانت الخاتمة فتح مكة